معز اه تول صراحة اه اه اكثر من ميتين وسبعين يوم عصام اليوم عندهم ميتين واربعة وسبعين يوم من الجيش الكلمات اللي تنجم تعبر على الملف جديش من حص و جديش من اه من بلاتو و جديش من تصريح و جديش من استاتيو و جديش من فيديو و جديش من تحرك و جديش من اه خروج لهيئة الدفاع و اه طالبت اه القضاء انه اه ينظر في الملف انا لحقيقة اه نعتبر بكون وصلنا لحالة العبث حالة العبث بكل معانيها راه اه وقت اللي نعتبر الناس هذيها عندها قضية تآمر و اللي تخابرت من المعجم اللغوي اللي تم استعماله في علاقة بالملف هذيها انا نقول راه من العبث انه اه قاضي فما اه اه مجلس الاعلى القضاء المؤقت ما يجتمعش اه لانه النصاب متوفرش و يكون فما شغور الشغور هذي يتسبب في معاناة توانسة مواطنين يبقوا في السجن اه ما يهمش اليوم تسعة شهور واربع ايام عشرة شهور بعتشرة شهر ما يهمش المهم انه وقت اللي تكون السلطة متحكم فيها شخص بكل مفاصل في مختلف مجالاتها و في مختلف مفاصل الدولة وقتها نولو كل ما هو عبث اللي كان يحكي عليه سامي معاناة حتى الجمل السياسية ولا الجمل اللي تنجم تعبر على اه القضية او على الموضوع هذي معاناة تفقدها تولي روتينية تولي مخلقة انا نحب نسأل للراي العام مانيش بش ندخل في برشة تفاصيل اه قضائية ولا قانونية ولا غيرو ياخي راه وفما وليت عندهم فوق العام ومش موجودين فما مديرين عندهم اكثر من عام ومش موجودين فما زوز اسباب يا اما الدولة ما عادش فيها كفاءات فما وزراء زيت وفما وزر ايه وفما معناها فما حالة متاع ارتجال وحالة متاع عبث بمؤسسات الدولة اللي هو سابق في تاريخ تونس الراي العام البسيط اللي اليوم بو موضوعي نجم ما يعنيش خطر ما تمسوش هو رو حتى هو معني خطر غدوة بش نمشي يقضي قضية ولا بش نمشي يخرج ملف ولا يخرج وثيقة تسير له مرة واثنين وثلاثة تعطيل رو يشعر بالملل والقلق خلي يا مواطن في السجن تسعة شهور واربع ايام ما يتمش الاستماع لي قوضات ما يتمش ما ينظروش رؤساء دوائر في الملفات لانهم ما تمش تكليفهم بشكل رسمي لان المجلس الاعلى الموقت للقضاء ما 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 معناها النصاب غير مكتمل فيه وبالتالي عادي خلها الناس في الحبس انا نحب ان 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 اكد ونسطر عشرة ستور انه القضية فارغة فارغة ومش نعطي زوز مؤشرات السباب لول ما هو يحكي على التخابر مع السفراء يهام خرجوا اكثرش من هكا انهم اعفوهم يوي سينا كل حكينا فيه عشرات من العشرات المرات ايه مو معز وقتي عليش انا اول ما قدمتي قلت موضوع اولا معناها مستهلك ومقلق ايه اما نعطي معط ايه ونرجع شوية المقاطع الفيديو اللي موجودة على الفيسبوك ثم مداخلة او فم بلاتو صار في قناة حنباعل الرئيس قيس سعيد وقت اللي كان مرشح سألته الصحفية قلت له انتي اتقابلت مع سفراء قال لها مرة ولا اثنين وما هوش في السفراء ونعرف انه الفيديو صورة اللي عاش فيها رئيس الجمهورية الان وقت اللي كان مترشح هو مرتبك هذي حاجة هو في حد ذاته اذا مقابلت سفراء في حد ذاتها جريمة خلنا ترحسوا ايه هكا انتي قبلت سفراء وانتي قلت راني قبلت هذي حاجة لولا اثنين علش الملف فارغ رو عصام الشيبي مقابلت سفراء رو مقابل حتى حد دونك تهمة التخابر ساقطة لا محال هذي اكد بكون الملف مفبرك وما عنده حتى علاقة بالتهمة اللي تم رفع ليزوز اسباب اعفاء او اه 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 رفع التهمة على السفراء في تونس اثنين اه احد المتهمين واليوم عنده ميتين واربعة وسبعين يوم عصام الشيبي في السجن راهوا مقابل حتى سفير وما عمره لقابل ديبلوماسي واكد هذا حتى في الاستنتاق متاعه في القطب القضائي اللي موجبه بعد تم ايداعه بالسجن دونك هنا سقطت كل سرديات التهم الموجهة لهم في علاقة بالتهم اللي يتم الترويج لها يبقى النقطة الثالثة واللي هي اكثر معناها اه اه كارثة اكثر يخي ثمانية شهور اه اه ويتم اه النظر في 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 اتصالاتهم عن طريق خبيق ده بع الشرطة الفنية ومن بعد يجيبه خبير خاص ينظر في اه معناها في التليفوناتهم على الاتصالات ومن بعد يخرج الخبير ويقول رأي الاتصالات على الاقل هذا اللي اسمعنا من هيئة الدفاع مخرجش الخبير معنيش هيئة الدفاع اي انا 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 اي 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 صريحات هيئة الدفاع يقول لك راهوا فحو النقاشات والاتصالات قامت حول الحوار الوطني في اطار معارضته من رئيس الجمهورية وهو حق مشروع دونكش نرجع ونقول رأى وقت اللي نحكو على الحرية والديمقراطية هي رأى حاجة مبادئ ينعيشوا بها يا ما نعيشوش بها ينفرطوا فيها في بلاسة وبالتالي كل شيء ولي مشرع ما فماش وزراء ما فماش ولاد ما فماش معتمدين ما فماش مديرين عامين ما فماش رؤساء محاكم عادي كله يولي مستباح وتولي المسألة نطبعوا معها ونعيشوا فيها في اليومي وإلا نتمسكوا بالمبادئ هذه واحنا نمشوا على الجمر